تكنولوجيا التعليم تشمل جميع الأدوات والبرامج التي تستخدم لتعزيز العملية التعليمية. يمكن أن تكون هذه الأدوات وسائل عرض تفاعلية أو أنظمة إدارة تعلم أو تطبيقات وبرامج تعليمية. تكنولوجيا التعليم ليست مجرد استخدام الأجهزة الرقمية، بل هي استراتيجية شاملة لتحسين جودة التعليم وزيادة فعاليته. كيف نستفيد من تكنولوجيا التعليم؟ واحد، تخصيص التعلم من خلال التكنولوجيا، يمكن للمعلمين تخصيص المحتوى التعليمي ليتناسب مع احتياجات كل طالب. يمكن لتطبيقات التعليم الذكية تقديم محتوى مصمم بناء على مستوى الفهم والأداء السابق للطالب، مما يجعل التعليم أكثر فعالية وشخصية. اثنان، التعلم عن بعد أحد أكبر الفوائد التي قدمتها تكنولوجيا التعليم هو التعلم عن بعد. يمكن للطلاب الوصول إلى الدروس والمواد التعليمية من أي مكان وفي أي وقت، مما يتيح لهم التعلم حسب وقتهم الخاص ويقلل من الحاجة إلى التواجد في الفصول التقليدية. ثلاث، التفاعل والاندماج الأدوات التفاعلية مثل الألعاب التعليمية والاختبارات عبر الإنترنت تساعد في زيادة تفاعل الطلاب مع المواد التعليمية. هذه الأدوات تجعل التعلم أكثر مطعة وتزيد من دافعية الطلاب. أربع، التعلم الذاتي تكنولوجيا التعليم تعزز مفهوم التعلم الذاتي، حيث يمكن للطلاب استكشاف مواضيع جديدة وتوسيع معرفتهم باستخدام الإنترنت والأدوات المتاحة. يوفر هذا النوع من التعلم مرونة أكبر ويعزز مهارات البحث والتفكير النقدي. خمس، تحسين إدارة الصفوف بفضل تكنولوجيا التعليم، أصبح من الممكن للمعلمين إدارة صفوفهم بسهولة أكبر. أنظمة إدارة التعليم تمكن المعلمين من تتبع تقدم الطلاب وتحديد للمجالات التي يحتاجون فيها إلى دعم إضافي. تطبيقات واقعية لتكنولوجيا التعليم واحد التعليم التفاعلي تتيح اللوحات الذكية والعروض التفاعلية للمعلمين تقديم الدروس بطرق مبتكرة وتفاعلية. هذه الأدوات تجعل الطلاب يشاركون بشكل أكبر وتزيد من فهمهم للمواضيع. 2- الفصول للإفتراضية الفصول الإفتراضية هي بيئات تعلم عبر الإنترنت تتيح للطلاب والمعلمين التواصل وتبادل المعلومات عبر الإنترنت. هذه الفصول تتيح للطلاب التفاعل مع المعلمين وزملائهم دون الحاجة للتواجد للجسدي في نفس المكان. 3- الذكاء الاصطناعي في التعليم أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من تكنولوجيا التعليم حيث تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الطلاب واقتراح طرق تعليم مخصصة لتحسين نتائج التعلم. 4- تحديات تكنولوجيا التعليم على الرغم من الفوائد الكبيرة لتكنولوجيا التعليم إلا أنها تواجه بعض التحديات مثل عدم توفر البنية التحتية. قد لا تكون التكنولوجيا متاحة بشكل متساون في جميع المناطق. 5- التكيف مع التكنولوجيا. بعض المعلمين والطلاب قد يواجهون صعوبة في التكيف مع الأدوات الجديدة. مخاوف الخصوصية. استخدام الأنظمة التعليمية عبر الإنترنت يثير بعض المخاوف حول أمان البيانات الشخصية للطلاب.